لا تنزلات في الأفق إيران ما زالت متمسكة بالشروط ذاتها للعودة للاتفاق النووي ففي تصريح جديد عادت وكالة الطاقة الإيرانية لتؤكد أنها لن تقبل بمطالب وكالة الطاقة الدولية التي وصفتها بالمفرطة وهي إشارة عن الأغلب لتحقيقات الوكالة الدولية في أثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة إذ تحاول وكالة الطاقة الحصول على ضمانات بعدم قيام أطراف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بتحويل المواد النووية سرا واستخدامها فيما بعد في صنع أسلحة نووية لكن الجانب الإيراني يرى أن من الصعب تنفيذ مطالب الوكالة بسبب العقوبات المفروضة عليه أولئك الذين تخلوا عن التزامتهم يجب أن يعودوا للوفاء بها لقد وعدوا بإزالة العقوبات عن إيران لكنهم لم يفوا بوعودهم لذا ينصب تركيزنا في هذه المفاوضات على رفع العقوبات وبالرغم من تعثر مفاوضات فيينا النووية مرات عدة بسبب الفشل في حل النقاط الخلافية تشدد طهران على أن توصل إلى اتفاق ليس بعيد المنال لكنه يبقى رهينا بالموقف الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية خلال المحادثات يمكن أن يصبح الاتفاق مستداما إذا امتثرت جميع الأطراف لالتزاماته نقوم حاليا بمراجعة نص الاتفاق والنظر فيها على أمل اتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام ونتمنى أن تتبنى الأطراف الأخرى خاصة للحكومة الأمريكية موقفا بناء ومسؤولا في المفاوضات الخارجية الإيرانية حثت كذلك الوفود المشاركة في المفاوضات على تشجيع الولايات المتحدة على قبول شروطها وخلال الأسابيع الأخيرة دخلت الجولة الخامسة لمفاوضات فيينا مرحلة حاسمة لسيما بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات غير المباشرة مطلع الشهر الحالي نصا نهائيا لإعادة العمل بالاتفاق النووي وتم تسليم نسختين للولايات المتحدة وإيران من أجل المراجعة على أمل التوصل إلى وثيقة نهائية ترضي جميع الأطراف وبعدها قدم الطرفان ملاحظات تشير تقارير إلى تضمنها بعض النقاط الخلافية